السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم استاذ امينا عبد الحسيب الدريق. تعرفنا هذا ان شاء الله على اجاب امتحان الحاسب الالي محافظة الدقاهلية العام الدراسة عشرين اربعة وعشرين الترم الاول. يلا بينا. السؤال الاول بيقول لي اختر الاجابة الصحيحة. مصطلح الاحداث يعني. يشير الى ايه? الحدث او الاحداث طبعا احنا عندنا اشهر احداث اللي هو click يعني ايه click يعني اضغط اضغط يعني ايه? فعل يقع على الكائن. في الكود list box one dot sorted تسوي true. الجزء true. امر true ده. حتة ديت. بتعبر عن ايه? طبعا ديت في الصيغة العامة عبارة عن value. القيمة الايه? القيمة بتاعت الخاصية sorted. من مكونات اطار العمل وتعمل فيه التطبيقات. هي تعمل من خلاله التطبيقات ديت اللي هي بيئة التشغيل run time. تعمل كده? run time. طبعا شعيه مش عليها هو عدد بيئة التشغيل. لتحديد ما اذا كان من الممكن اختيار عنصر او اكثر في الليست بوكس. فاستخدم الخاصية selection mode. اداة التحكم التي تستخدم في تنفيذ مهام عند الضغط عليها. اللي هي ليه? البوتن او الزر. النموزج فورن وصندوق الادوات toolbox ونفذة الخصائص properties ونصعد الحلق solution من اهم مكونات طبعا بيئة التطوير IDE. السؤال اللي بعده? بيقول لي هنا مقل المقصود بتحديد المشكلة. بتحديد المشكلة يعني ايه? يعني معارفة الادخال والاخراج والمعالجة. معارفة او تحديد الاعمالية الادخال والاخراج والمعالجة. طيب. تصميم البرنامج على الكمبيوتر. يعني ترجمة او تحويل خريطة التدفق. خريطة التدفق الى احدى لغات البرمجة. احدى لغات البرمجة. يبا هنا عندي المقصود بتحديد المشكلة يعني معارفة الادخال والاخراج المعالجة. تصميم البرنامج ترجمة او تحويل خريطة التدفق لأحدى لغات البرمجة. السؤال الثاني. ضع علامة صح. بيقول لي الخوارزمية. خطوات مرتبة ترتيبا منطقيا. اذا تتبع عنا نص لحل المشكلة. طبعا صح. يتم تغيير الخصائص لاي اداة من نافذة الخصائص فقط. طبعا هنا غلط. لان انا ممكن ان انا اغيرها كمان من نافذة البرمجة اللي هو من الكود ويندو اللي احنا اخدناها في الباب الرابع. الخاصية بوردر ستايل. من خصائص نستطيع تغيير اطار النموذج. طبعا غلط. هي بنغير حدود. او بس خاصة بالليبل. اما اللي هي خاصة بالفورم. فاسمها فورم بوردر ستايل. في نمط تصميم البرنامج. نستطيع ادراج ادوات التحكم على نافذة النموذج. طبعا صح. الاداة راديو بوتون. اللي هي كده. تستخدم لازهار قائمة سدل. غلط. ده هو يقصد الكومبو. لكن الراديو اختيار فردي. طيب معالج الحدث event handler عبارة عن حدث. يحتوي كود يتم تنفيذه عند وقوع الاجراء المرتضة. طبعا صح. اكتب المفهوم العلمي او المصالح العلمي. خاصية تستخدم لجعل الكتابة في التكست بوكس على اكثر من صد. دي الخاصية مالتلاين. مالتلاين. طيب. النافذة الرئيسية في البرنامج ويصمم عليها طبعا نافذة النموذج او الفورم. اي حاجة. النموذج اللي هي نافذة الفورم. الخطوات والانشطة والعمليات اقاضية اللي هو حل المشكلات. اللي احنا بنسميه problem solving. problem solving. سؤالي بعضو? اكمل ما. نافذة الكود. ايه هي نافذة الكود? هي النافذة التي من خلالها. النافذة التي من خلالها يتم كتابة كود البرمجة. تم كتابة كود البرمجة. نافذة يتم من خلالها كتابة كود البرمجة. ناتج تنفيذ الكود التالي. form one. انا بعبر عن الامر مي يعني فورم وان او مي بمعنى واحد. ماكسمايز بوكس ماكسمايز بوكس اللي هو زرار التكبير. فولس. يبقى هنا اخفاء اخفاء زر التكبير اخفاء زر التكبير للنموذج الحالي. عاملة زي كده الآلة الحزبة لو جيت تبص على زرار التكبير في الآلة الحزبة هتلاقيه موجود بس لو ضغط عليه مش بيعمل اي حاجة. يبقى هنا غير متعبى هنا اخفاء زر التكبير. طيب. فورم وان ضوط في بي في نفس الكود اه في الكود وذيت يعبر عن ايه فورم وان ضوط في بي؟ ده عبارة عن اسم الملف اسم الملف المخزن به المخزن به نافذة النموذج نافذة النموذج اسم الملف المخزن به نافذة النموذج. طيب. هي مجموعة الاوامر والتعليمات التي نرغب في تنفذها. دي طبعا الاجراءات او بروسيدورز. بروسيدورز. إجراءات بروسيدورز. لجعل التحكم في لابل تو تتسع تلقائي حسب النص المكتوب. اكتب كود. الانتحان شديد صح. لابل. هلقص لابل تو تتو. او. دي النقطة طبعا ضط. او تو سايز. بقول لي تلقائي يبقى بيساوي true. حجم الاداية تغير تلقائي دي الخاصية او تو سايز. يبقى لابل تو دوت او تو سايز بيساوي true. طيب. سؤال بعده. ده سؤال خالص. بقول لي اكتب اكمل الخريطة التدفق. يطبق على عدد زوجية من خمسة الى تلاتين. طيب هنا هي الخمسة دي عدد زوجية? لا. يبقى ناخد اربعة. لا مش باخد اربعة. ام باخد من خمسة للعشرين الى التلاتين اللي هنا. يبقى من خمسة. اللي بعد الخمسة كامل ستة. يبقى هنا الان بستة او الان بستة. اخر ان بكامل تلاتين. يبقى هنا هقول له هل? is in اقل او يساوي تلاتين. هل الان اقل من او يساوي تلاتين? قلتوه. طيب يلا اطبعها. print. end. اللي هي الاعداد اللي هو مديه لنا دي. طيب بعد كده. انت تبعت كم كده? ستة. ها? انت جيت قلتوه ستة اقل من او اطبع لي ستة. طيب اتعاوز ستة بس لا. ده بتعاوز اللي باجي. طيب يبقى هتزود. طيب وانت بتزود لقل ايه? ستة تمانية عشرة اتناشر. يبقى كل مرة بتزود ايه? اتنين. يبقى هجي اقول له هنا معدل زادة. المتغير بيساوي نفسه او المتغير القديم زائد معدل زادة اللي هو اتنين. بس كده خلاص. تمام? اتمنى اذا عجب حضرتكم الفيديو. ما تفخدش عنا بالاعجاب. اشترك معنا في القناة. تفعيل زر رجال الصيف. اتمنى كل جديد. ما تنساش موجود على القناة شرح للترم الاول والترم الثاني. وامتحانات المحافظات الترم اول والترم الثاني والمراجعة. التوفيق والنجاح يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.